في تضامن شعبي واسع مع معاناة الأشقاء في قطاع غزة تم تنظيم حاملات للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة جاءت الحملات تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وأعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لشقائنا في فلسطين وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت الجمع الماضية في محافظات الجمهورية كافة مبادرة دي بتستهدف بالأخص الطلاب الحقيقة إحنا انبهرنا بالرد الفعل الطلبة لما عرفوا أن في مبادرة زي كده لمساندة إخوانهم في فلسطين من بدري جدا هم متواجدين بصراحة مش ملاحقين ان احنا ناخد أكياس بفضل ربنا الحمد لله وصلنا دلوقتي المية وثلاثة كيس ولسه في باقي الشباب بيتوافدوا حابي بشكر طبعا الجمعة وانها وفرت لنا فرصة زايدية ان احنا نقدر نساعد اخواتنا في غزة وفلسطين وكده فالحمد لله يعني قدرنا نتبرع عادية مساهمة وسيطة يعني من الدولة ومننا ترجمة نانسي قنقر